اشتركوا في القناة اي ميسج تقدر ترسل ميسج مجاني على الايفون والفيستايم تقدر تتصل مكالمات فيديو مجانية عن طريق الانترنت على جهاز الايفون شون طريقة التفعيل نروح على اعدادات بعد ما نروح على اعدادات ننزل على ميسج بعد ما تنزل على الميسج راح تلاحظ ان عندك اي ميسج امسكرة انت تسويها اون بعد ما تسويها اون تنزل تحت راح تلاقي رقم تليفونك موجود في هذه الخانة تضغط عليه يدخلك على هذه الصفحة على اساس انه هو يتعرف على رقم موبايلك على اساس يتعرف على حسابك في الابل اي دي تضغط على يوز يور ابل اي دي مثل ما انتم شايفين حاطلك الايميل وحاطلك الباسورد تحط الباسورد مالك بعد ما تحط الباسورد تقول له go لاحظ معي بعد ما تضغط go راح يطلع لك هذه الايميلات وراح يطلعك على هذه الصفحة بعد ما يطلعك على هذه الصفحة لاحظ انه حاط على رقم تليفونك علامة صح وما تقدر تشيلها على اساس انك انت تقدر ترسل رسائل عن طريق الايميل او عن طريق رقم التليفون احنا نبي نرسل رسائل عن طريق رقم التليفون ما نبي عن طريق الايميل نشيل هذولي العلامات ونرجع لاحظ معاي حاطلك مسيج تحت انه تم تفعيل الاي مسيج هذه طريقة تفعيل الاي مسيج عندنا الاول فاس تايم مثل ما انتم شايفين هذا هو الفاس تايم تضغط عليه لاحظ انه هو مسكر انت تروح تفعله بعد ما تفعله يحطلك use your apple id تضغط عليه يطلب منك الباسورد الخاص في اكاونتك تضع ايميلك وبعدين تضغط الباسورد وبعدين تضغط go لاحظ معاي بعد ما تضغط go رح يدخلك على هذه الصفحة هذه الصفحة يقولك انه تم تفعيل حسابك وهذه الاكاونتات اللي هي تقدر تتصل منها او الاكاونتات اللي رح تظهر للطرف الثاني طبعا لاحظ رغم موبايلك ما يتغير وما تقدر تشيله عليه هايلايت لانه انت تستخدم هذا الخط على جهازك انت تبي تتصل وما تبي يطلع ايميل او ما تبي يطلع حق الطرف الثاني احد من هال ايميلات تبي بس رغم موبايلك تشيل علامات الصح من هذول الايميلات اللي موجودة عندك وتضغط next لاحظ معاي تم تفعيل الفيستايم تقدر حين تتصل فيستايم او تقدر تتصل عن طريق الايفون لآيفون اخر او ايبود او ايباد او ايباد مني عن طريق الفيستايم انت شذي فعلت الفيستايم خنشوف شلون طريقة ارسال المساجات الـ iMessage اني على المساجات نضغط على مساج يديد لاحظ معاي نضيف رقم تليفون يديد مثلا او رقم تليفون نرسله لاحظ معاي راح يطلع لك الرقم باللون الازرق اذا طلع لك الرقم باللون الازرق معناته ان الـ iMessage فعال عندك اذا طلع لك الاسم او الرقم باللون الاخضر معناته انه راح يحسب عليك رسالة نصية او sms راح يحسب عليك التكلفة اما اذا طلع باللون الازرق معناته ان الـ iMessage فعال عندك وتقدر ترسل حق الطرف الثاني اي ميسج مجاني او ميسج مجاني طبعا لازم يكون الطرف الثاني عنده ايفون ومفعل هذه الخدمة عشان تقدر تراسله هذه هي الاي ميسج انية على الفيس تايم لاحظ معاي هذه هي الفيس تايم تابع تتصل على احد من الاشخاص اللي موجودين عندك سوي سيرج لاحظ معاي راح يطلع كتابة الفيس تايم او علامة الفيس تايم في الاسماء تحت هذا معناته الشخص عنده فيس تايم او تقدر تتصل عليه فيس تايم مجرد ما انك انت تضغط على هذا الاتصال راح يتصل على الشخص مكالمة فيس تايم هذا هو شرح اليوم اتمنى ان الفيديو هذا ينول عجابكم اذا استفدتم من هذا الفيديو او اذا عجبكم هذا الفيديو اتمنى تسووا لي لايك وسبسكرايب شوفكم في فيديو شرح ثاني شكرا ومع السلامة